خمس سنوات مرت على انضمام الأهوار للائحة التراث العالمي ولا مشروع نفد فيها ولا أموال صرفت لها سوى سوء إدارة ملف المياه الواصل إليها مشهد الجفاف في الأهوار قد يتكرر كما حصل في زمان النظام المقبور ما لم يحرك ساكن من قبل المعنيين الجفاف يداهمها كل صيف اتحولت مساحات واسعة منها إلى أراضي يابسة جراء انحسار المياه فيها فسكانها يعيشون وضعا لا يحسدون عليه فهم بين صيف الأهب وجفاف لأهوارهم ونفوق لمواشيهم نتأمل خير باحتبار ضمه ومناطقنا إلى التراث العالمي وتفائلنا خيرا الآن أصبح هذا وباء علينا إحنا صارنا سنتيا أصبحت المنطقة تهجرها لناس وسافروا كثير من الناس وشالوا كثير من الناس وما بقى يعني إلا القليل أغلبها هنا بالمناطق الأهوار تحتمد على صيد الأسماك فصيد الأسماك يعني تحتمد على زيادة المياه زيادة المياه شحة مطبيعية الآن الأخيرة الهور كانت كل ما تروز ماء لا ماكو ماء ماء قليل ماء صفار كلها هواي شالت نمر الماء ماء صفر عندنا لا تنشرب لا تنسبع لا نغسل به تربية حيوان الجاموس وصيد الطيور والأسماك وكل ما تجود به الأهوار ومصدر رزقهم الوحيد فقد شهدت هذه المناطق حسارا وهجرة لعداد كبيرة من قاطنها نحو المدينة بعد الجفاف الذي كان الأقصى هذا العام حيث عبر سكان الأهوار عن مدى معاناتهم ومأساتهم جراء الوضع الذي يعيشونه فعودت المياه لمناطقهم وكل ما يتمنونه لديمومات حياتهم الناس عايشة على الماء على الصيد على الحيوانات الموجودة يعني تسترزق عليها وهو مصدر رزق العالم هذا كل الماء والماء بدأ يجف فالناس بدأت تسحب وبدأت تطعن خارج القضاء وتبعد خارج المحافظة أكثر وأكثر في الناس قبل عايشة عليه قلت من خلال اللي عنده حيوان واللي صيات السمت واللي يبيع قصب وبردي فنرجو من الحكومة ونطلب من الحكومة أنه أن تنظر بعين الرأفة لهاي الناس المساكين الفقراء اللي يعيشها على الهور وعالماء يحاولون أن يجدون حل لهذه المشكلة موجة جفاف قاسية تضرب الأهوار ما جعلت العيش صعبا والرزق شحيحا كون المياه هي السبيل الوحيد للعيش في هذه المناطق من أهوار الشبايش جنوبية محافظة ذيقار جواد الحسيني الفرات اشتركوا في القناة